السلام عليكم ومرحبا بكم وش حوالكم أخواتي الكريمات ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا في صحة جيدة ان شاء الله وش نقولكم أخواتي يعني عندي قداش محطيش فيديو وصراحة ما عنديش نفس حتى باش ندير فيديو ولا ندير وصافات يعني في ضل هاد الوضع اللي قادة تمر فيه بلادنا والعالم كامل بسبب مرض كورونا نسأل الله العافية والسلامة يعني كل يوم في التلفزة نشوفوا أخواتنا قاعدين يموتوا واخواتنا قاعدين يمرضوا يعني الإنسان ما بقى فيه حتى يعني نفس حتى الحاجة نسأل الله العز وجل العافية لنا والكامل المسلمين يا ربي نسأل الله عز وجل أنه يرفع لنا هذا البلاء أنه يرحمنا برحمته إن شاء الله ربي يشفي كامل المرضى اللي في المستشفيات وربي إن شاء الله يرحم كامل الموتى اللي ماتوا بسبب هذا الوباء إن شاء الله يا ربي يوصل علينا رمضان وإحنا يا بخير بإذن الله ويكون هذا الوباء قد هزوا الله عز وجل إن شاء الله اليوم حبيت فقط نشارك معكم يعني وصفة خفيفة كنت رح نديرها للعشاء من بعد قلت والله العظيم نصور الأخواتي طريقة تعي ليندير بها بطاطا كوشا لعله وعسى تعجبهم يجربوها وتنال ريدهم إن شاء الله أول حاجة قطعت البطاطا دوائر وقطعت بصلة خضرة من بعد ضفت الدجاج قطع الدجاج على البطاطا وحطيت لها الملح ودركة نحط لها في التوابل فلفل أسود أيضا شوية تاع الكركم الكركم مع البطاطا كوشا يعطيها يعني لونه يعطيها بنا رائعة أيضا نحط الكمون بما أنه الدجاج والبطاطا في زوج يحبو الكمون فنحب نضيفو لهم والقليل فقط من راس الحانوت عندي هنا يا زعيترا زعيترا تاني تمشي بزيف مع البطاطا في الكوشا تعطيها يعني بنا ورائحة روعة نضيف لها ورقة تعرند وراح نحك عليها سنات تعتوم هذا الشكل كما شفتي وأنا حطيت البطاطا مع الدجاج لأنه نفس التتبيلة راح نتبلهم بها فنحطهم كامل مع بعضاها من تبلهم تتبيلة واحدة من بعد نفصل الدجاج على البطاطا احنا راح نحطها مبجيه ونجيب الصينية اللي راح نحط فيها البطاطا تعي كنت كيما راكم تلاحظوا ادهنتها بالزبدة أنا نحب البطاطا كوشا تعي نديرها بالزبدة وتما كنت تحبوا الزيت حطوا الزيت بدل الزبدة نضيف في الصينية تعي حبة بصل كنت حكيتها مع هذه البصالة الخضراء اللي كنت قطعتها من الأحسن قطعها رقيق نضيف ورقة تعرند وأيضا نحك عليها سنة تعتوم هذه الطريقة أنا تعلمت على الأمن تعي ربي يخليها لي وربي يحفظها لي ان شاء الله هذه هي الطريقة لتديرها بها وأنا تعلمت عليها وبقيت نديرها بنفس الطريقة ما بدلت فيها حتى حاجة هنا ملحت وحطيت نفس التوابل اللي حطيتها من البطاطا نخلط لبس مع بعضها وراح نفرقها في كامل الصينية تعي بالنسبة هنايا للصينية من الأحسن بطاطا كوش نديرها في صينية تكون واسعة من ديرهاش في صينية تكون صغيرة هكذا ما تجينش لبطاطا فوق بعضها ومن بعد تتعجلنا وتتكسرنا لما الطيب هنا نرجع نحط كامل البطاطا تعي فوق لبسل ونحاول نعدلها في الصينية باش تكون بشكل مستوي بهذا الشكل هنايا رح نحط لها قطع من الزبدة صغيرة فقط وهناك قلت أنا نحب نديرها بالزبدة انتم لكن حابتي وتبدلوا الزبدة بالزيت سواء زيت زيتون ولا زيت نباتي لكم الأختيار لكن أنا تجيني بنينها بالزبدة هنا عندي حبة تعتماطم رح نقصها بهذا الشكل دوائري يكون ورقاق ونحطها فوق حبات البطاطا تعي بهذا الشكل نرجع نعاود نجيب قطع تعي تعد دجاج ورح نحطهم فوق البطاطا هنايا شفت في الفريجيدال قايت غير فخد تعي تعد دجاج مع زيز أجنيحة قلت والله ندير بهم بطاطا كوشا والله يحترنا كل اليوم صباح والعشية عشا وغدا فالإنسان اللي يلقى به يدير به هنايا عندي مغرف صغيرة تعد طماطم مصبرة رح نطلقها في شوية تعلمة بهذا الشكل من بعد رح نضيفها على البطاطا تعي والدجاج وهذا الخطوة رحي اختيارية تقدروا تستغنوا عليها لكن ما تحبوش البطاطا تعكم تجي حمرة من بعد حنزيد نضيف لها حوالي نصف كاس تعلمة بهذا الشكل كيما رحكم تلاحظو هنا ما تكتروش الماء بزيف لأنه رح نغطيها بالبابي أليمنيوم ورح زيز تطلق الماتحة أنا أنفضل نغطيها بالبابي أليمنيوم هكا طيب لي يعني في مدة نصف ساعة نقل البطاطا تعي طابت من بعد نحيولها البابي أليمنيوم ان شاء الله بعد الطريقة رح نطق بها فقط بالسكين ورح ندخلها للفرن على 180 درجة بعد مرور نصف ساعة كيما رحكم تلاحظو البطاطا تعي راهي في الفرن هنا لو كان نجيبوا الموس تعكم ودخله في البطاطا رح ينتقى والبطاطا تعكم طابت نحيولها البابي أليمنيوم ونخليها حتى تتجمر شوية ويتحمرنا الدجاج ونحيوها وهيليك بعد ما خرجت من الفرن الصينية تعنا راهي تشاهي ما شاء الله يعني بكمية قليلة فقط تع الدجاج رديري لعشة تاعك وعشة عائلتك نخرج لكمية ما شاء الله البناء أنا أكيدا راهي تجيبنينا بنينا بالبزاف ننصحكم يعني تجربوا الطريقة وردوا لي الخبر في التعليقات رح نحيكم كمية نحطها في الصحن باش تشوفوها لاحظوا كيف هالبطاطا تعنا تقعد كل حبة بحبتها ما تتكسر معاكم ما تتعجن معاكم لا والو هاي ليك وطيبة الزبدة ما شاء الله أنا هدا هي الطريقة لنعتمدها إن شاء الله هتعجبكم وتجربوها ونقولكم إن شاء الله إذا أعجبكم الفيديو ما عليكم غير تضغطوا إعجاب وتخليوا لي رأيكم في التعليقات ولي أول مرة تدخل قناتي ولا تشوف فيديوهاتي تشترك معنا مرحبا بها وتفعل الجرس باش يوصلوها فقط الفيديوهات الجديدة لتنزل على القناة أنا أنقلكم في وصفة قادمة إن شاء الله دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته